ايها الاحراء العرب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج مصر النهار اسوأ حاجة في الدنيا انك تبقى في عز وتنهار تبقى في زل وعز عز يعني دي قصة بسيطة من قصص العسكر عسكر 52 كانوا مجموعة من اللصوص الحقيقة سرقوا ناس اغنية كتير جدا ودايدا العسكر لما يتولوا الحكم المدني بيحقدوا على اي حد ربما يكون غني او غني زي اللي بيحصل لمحمد صلاح دلوقتي العسكري مشكلته انه هو شايف ان المدني ما يستحقش يعيش او على الاقل ما يستحقش الشهرة واللي بيحصل في محمد صلاح لاعب الكرة اللي قاعدين بصله في الملايين بتاعته وهو اللي حصل مع كتير من رجال المال والاعمال سنة 52 لو انت مش مصدق اللي انا بقوله لك ده فارجوك ترتق ودانك واسمع معايا القصة دي قصة واحد مصري عادي جدا من ابوتيج اسيوت انا بعمل كده كايني في مصر بس مصر اصلا ما بتخرجش اصلا من ابوتيج في اسيوت تاجر حبوب عادي جدا هاجر لاسكندرية وهناك في اسكندرية سنة 1901 ربنا رزق وبعايل سماه محمد فبقى الواد ده اسمه محمد احمد فرغلي وسيدك فرغل ده في اسيوت حاجة كبيرة جدا لما تشوف اي واحد اسمه فرغلي اعرف ان يجزوره من اسيوت فسمى الواد محمد احمد فرغلي محمد على اسم الرسول صلى الله عليه وسلم وفرغلي اخر اسم خالص على سيدي فرغل بقى بتاع اسيوت الولد كان شاطر جدا ولان ابوه كان تاجر من تجار اسكندرية بتاع الحبوب اللي ما يصورين الحال ودى ابنه مدرسة اللي هي بتاعة الاباء اليسعيين اللي هي تقدر تقول عليها اسمها الجزويت حيث بابا عندي طيارة والحاجات دي يعني اطفال كده الولد يتعلم في الجزويت وفضل يتا ينمه ويكبر لحد ما خلص وداخل الجامعة وقرر يروح انجلترا تقريبا ان يحضر رسالة ماجستير او يعني دراسات عليا في الاقتصاد لكن سنة 1927 رجع الواد لان ابوه توفى فرجع لقى ابوه تجارة وعمل تجارة وحاجات من دي الولد لانه محمد لانه كان الحقيقة نبيه شوية وطموح اكتر فقرر ان هو ما يقافش عن اتجارة الحجوب فقط انما يتاجر في القطن فبدأ على سكيل صغير على نموذك صغير بدأ يتاجر في القطن فكسب 3000 جنيه 3000 جنيه دي بالعصر ده في الوقت ده حاجة عظيمة جدا حاجة مهولة الفدان كان بـ 148 جنيه فتخيل 3000 جنيه دي تعمل ايه يعني لكن فضل يكبر لحد بقى سيبك من الازمات لانه تعرض لازمات وخبطات مالية كبيرة جدا منها انه خسر مرة واحدة 600 الف جنيه وحاجات من دي منها مثلا انه اقترض من بنك ايطاليا فلوس على زعم انه هيودي قط من حتة المؤمل الدنيا وقفت وكان الانطار بـ 8 جنيه فالدنيا وقفت معاه فخسر مبلغ كبير قوي لكن فضل ينمو يكبر ويكبر ويكبر لحد ما سنة 1935 الدالو كان بيقابل الملك فانتخبوه هو زي مدير او مسؤول عن برسة مين البصل في اسكندرية فالملك فؤاد بعث له عشان يهني على المنصب ده منصب ده كان اول مرة واحد مصري ياخده اول مرة مصري يحصل على منصب مسؤول مين البصل برسة مين البصل فالملك فؤاد قابله وبعد ما قابله في نهاية المقابلة سلم عليه وقال له مع السلامة يا محمد بك في الملكية زمان لو الملك نطأ باي لفظ في منصب انت خدته يا معلم رسمي فاهمي نظمي فقال له شرفنا يا محمد بك كده اخد البكوية مالك مفروض انه ما يقولش اي حاجة كده ازا قال لفظ زي كده اخده او لا ياليا باشا مسلا ويقال ان الملك فؤاد فاروق قال سامية جمال يا سامية بك بك الستات ما قلوش ياخده البكوية فدي كانت مدعبة بس يعني فقال له الملك فؤاد قال له مع السلامة شرفنا يا محمد بك فاصبح محمد احمد فرغالي اصبح هو بك محمد بك والراجل ده وصل كانت مصر مشهورة بالقوتن وقتها فالراجل ده وصل انه بقى يصدر حوالي خمسة وعشرين في المية من قوتن مصر بقى بتاعه هو اللي بيصدره لبرا لكنه اتخبط خبطة سنة الف تسعمية واحد واربعين الملك فاروق منحه لقب البشوية فبقى باشا رسمي باشا بقى باشا وسموه ملك القوتن زي الاسم ده كده سموه فرغالي ملك القوتن ده ملك القوتن المصري والراجل ده كان دايما يحط قرنفلة كده في عروة الجاكتة بتاع البادلة قرنفلة صغيرة كده بحطها في عروة الجاكتة وعشان كل يوم عنده قرنفلة حمرة بيحطها هنا فمش معقول كل يوم هيروح لمحل ورد يشتري القرنفلة ونوجع قلبنا فراح زارع قرنفل لنفسه عشان يبقى كل يوم من انتاجه هو بيعلق قرنفلة حتى اشتهر بالاسم ده كان حريص محمد باشا فرغالي انه هو كل يوم يتغدى مع بناته وولاده ويقعد يقعدوا سوى عالصفرة يتكلموا هو ده محمد باشا فرغالي كان حريص اوى على الهكاية دي الغالي في سنة الف تسعمية اتنين وخمسين قبل قيام انقلاب يوليو بشهور سنة واحد وخمسين ناسف الراجل ده خات قرد كبير جدا وحب يصدر قطن المهم مجلس الدولة قالك لا ده ما ينفعش يصدر القطن ده وحب فضرت القضية في المحاكم لحد ما حصل حريق القاهرة لما حصل حريق القاهرة اخيرا وفقه له على القطن اللي هو بقاله شهور مرمي ده عنده وكسف في القصة دي اتنين مليون جنيه انت متخيل واحد سنة الف تسعمية واحد وخمسين كسف في مشروع اتنين مليون جنيه مصري اللي هو كان الدولار بربع جنيه او حاجة كده يعني انت متخيل الرقم عامل ازاي لكن فجأة قامت قام انقلاب يوليو اتنين وخمسين ولما قام انقلاب يوليو اتنين وخمسين واحد من التجار رفع عليه قضية انه كان بيتلعب في البورصة حكمه بتوع مجلس العصابة بتوع قيات ما يسمى بقيات الثورة لكنه طلع براءة وما اتلعش عليه اي دليل انه لعب في البورصة هو في مذكراته بيعترف انه دفع لبعض الصحفيين فلوس عشان يكتبوا عنه وده طبيعي جدا بيعترف انه دفع لبتوق الملك لبتوق الصرايا فلوس كمان وده طبيعي جدا بيجي للمال كلهم بيعملوا حركات زي دي ربما على سبيل الهدايا وديك شفت في العصر الاخير بتاعنا قضية الاهرام اللي طلعت منها او طلعت منها ناس كتير زي الشرى من عجينة يعني ما علينا يعني بتوع الصورة او بتوع مجلس قيادة الانقلاب حطوا عينهم على فرغالي باشا فقرروا انهم يصدروا كل شركاته وكل امواله وحطوا عليها الحرصات وقالوا له من هنا ورايح يا فرغالي ما فيش باشا بقى تلاتة وخمسين قول غيات الالقاب من هنا ورايح مرتبك في الشهر ميت جنيه ما ليكش غيرهم اما بالنسبة لولادك او لبناتك فكل بنت هتاخد مرتب اتنين جنيه ونص ايه والله زي بكلمك كده الراجل لما قامت انقلاب يوليو كان فرحان قوي قوي وكان سعيد جدا ولما قابل العصابة بتوع مجلس قيادة الانقلاب قال لهم انا مبسوط ان لمصر الافضل بس هو كان عنده مشكلة فرغالي انه هو ما كانش عايز الحكم يروح للاخوان المسلمين كان سعيد اوي ان الحكم مايروحش الاخوان المسلمين هكذا قيل له هو ده مع عبد الناصر قال لعبد الناصر انا مبسوط اوي بان مصر اكيد هتحققها للافضل لكن يهمني بس كان يهمني ان الحكم مايروحش الاخوان المسلمين ما كانش يعرف فرغالي باشا انه هما يحطوله مرتب ميت جنيه في الشهر بعد ما كان بيلعف الملايين وان بنته او بناته كل واحدة تاخد اتنين جنيه ونص في الشهر اتعرض عليه وظيفة انه يشتغل مستشار لاحد البنوك بره بخمسة وعشرين الف جنيه سترليني رفض وقال انا بحب بلدي لكن في بلده قالوا لا خدت قال انت تعين مستشار في البورصة بتاعت القطن وتاخد ميت جنيه زي مجلس ادارك كده وبتاعه وبنتك خند اتنين جنيه ونص كل بنت من البنات وفي يوم وهم قاعدين على الغداء بعد ما فلسوا والراجل قاعد في البيت بعد كل القصة دي حفيدته كانت عيانة فبنته جات تبكي وتقول له ان الحفيدة عيانة جدا وان تكلفة علاجها صعب قوي وان انا كل اللي بتحصي عليه في الشهر تقريبا اتنين جنيه ونص يعني هعمل بيوم ايه؟ عالج بنتي ازاي بكت البنت قوي بنته على بنتها رد عليها ابوها لما سمع القصة وتألم جدا وقال لها ما تزعلش انا هحاول اساعدك قلت بتساعدني منين والحد امتى وراحت البنت من انفعلها رفعت ايديها للسماء وطلبت من ربنا انه ينتئم من جمال عبد الناصر في ولاده زي ما هو عامل في ولادي كده فابوها رد عليها وقال لها يعني نهارها او شتمها او يعني ما عرفش عمل فيها بس المهم زعل وقال لها ولاد عبد الناصر ما لهم والقصة دي يعني ما لهمش دعوا بالقصة مات بعد كده محمد فرغالي باشا ملك القطل مات في صمت تام وافلاس تام في الوقت اللي فيه فرغالي باشا اللي كان سنة واحد وخمسين معا تنين مليون جنيه من مشروع واحد في الوقت ده كان شعراوي جمعة وزير الداخلية بعد كده عرة كان كل زباط مجلس قيادة الصورة او الانقلاب ده كانوا ولا حاجة بس بعد ما اموه الشركات كتيرة جدا زي عبود وفرغالي وغيرهم اغتنى شعراوي جمعة واحفاده لسه بينعمه في الفلوس بينما فرغالي باشا ما نعرفش احفاده فين انتهى واحد من رجال الاساسمار في مصر زي طلعت حربه غيرهم وزي عبوده انتهت كل الناس دي وتشطب عليهم باستيكا بينما سمعنا عن اسماء تانية علت بعد الانقلاب منهم بقى صلاح وجمال سالم وغيرهم وغيرهم كتير قوي النهاية بتاعت القصة دي ان العسكر مجموعة لصوص ولما العسكر بيحط ايدهم على بلد بيجي لهم نوع من الحقد على الشخصيات الغنية في البلد دي وبياخدوا فلوسهم ويبدو ان اللي حصل مع عبود باشا والبادراوي عشور وفرغالي باشا اللي حصل مع الناس دي بيتكرر تقريبا دلوقتي مع محمد صلاح لان العسكر او عصابة العسكر بصت على فلوس محمد صلاح زي ما بصت على فلوس الاخوان وصدرت فلوس الراجل او كل رجالة الاخوان زي سعودي وزي ناس كتيرة من الاخوان اللي خدوه وحسن مالك قيرة الشاطر فيبدو ان العصابة العسكر مش بصة للتنمية هي بصة مين معه فلوس وناخدها ازاي ده اللي حصل مع كل دول وبيستمر طول العمر وانتهاءا باللاعب الشاب محمد صلاح السؤال هل هينجوا محمد صلاح من عصابة الاربعين حرامي دول ولا هيكون مصيره زي فرغالي باشا وعبود والبادراوي عشور وغيرهم ده السؤال اللي عايز تعرفه بعد كده خليك معنا في الحلقة دي هنعرف قصة العسكر وفرغالي باشا اللي من دول الشهير من محمد صلاح